طب عايزة أخد من كلام حضرتك عملية تفاوت الأداء ما بين وانت بتتكلم على مباراتين في خلال خمسة أيام يعني المبارات كينيا مش بعيدة تفاوت في الأداء ما بين أداء سيئة جدا رغم ان انت تفوقت في أول دقيقتين وأحرصت هزب لكن باية المبارات كلها في صالح المنتخب الكيني تمام تفاوت الأداء ما بين مبارات كينيا السيئة جدا على مستوى الأداء الفني وما بين هنتكلم بصراحة على الشوت الأول من مبارات جزر الكمر هل دوت يرجع للعيبة نفسها أن اللعيبة بدأت يعني بتطلع غضبها من السوشيال ميديا أن كان فيه كلام على الأداء هل عملية التحضير لمبارات كينيا كانت أقل على المستوى النفسي وعلى مستوى التجهيز النفسي للعيبة إيه بالضبط اللي حصل ما بين اليومين اللي عدوا أن ظهر المنتخب بصورة مخالفة عن مبارات كينيا خلينا أعترف أن التحضير للمطشين كان قلي وكان دول المستوى يعني ما كانتش فيه معسكر طويل يمكن تكون متجمع تقريبا اللعيبة المحلية متجمعين يوم 19 أو يوم 20 والمحترفين نقول لك اللي جيهم الحد واللي جيهم اللي اتنين أنا بكلم مش عالتحضير البدني أو بشكل عام يعني على تحضير الجهاز للعيبة على شكل النفسي مباراة ما بقول لك يعني بكلم التحديد لك لو تكلمت على التغيير اللي حصل طبعا يعني ما فيش عصة سحرية بزبب لا ده الكابتو حسام عشان يعمل هذا الفرق في البدوع ده لا بده أن شيئا ما حدث يعني لو شفت أن فيه ست تغييرات النهار ده حصلوا في الشوت الأول في تشكيل المنتخب الوطن ست تغييرات بست لعيبة ست لعبات دول عمل فرق في المنتخب الوطن عمل لك فرق كبير جدا عملك فرق في الأطراف اشتغلت بشكل كويس وطلح حياتك أنه وسط الملعب اتحرك بشكل كويس بوجود النني والسلية دولة صنعون لك فرق كبير جدا في الملعب هو اللي خلي شكل منتخب مصري بشكل كده لأنه ممكن اتنين تلاتة لعيبة مميزين عندك يصنع لك فرق كبير جدا ويحسنوا شكل الفرقة وممكن اتنين تلاتة ينزلوا يبوزوا لك الدنيا فده اللي حصل أن دولة النين زي ما طول حياتك لعب أصلا بتضرب على الاستحواز في فرقته وفرقة بتامي الاستحواز عالي جدا عملك السلية كذلك الناد لأهلي بيعمل الاستحواز كبير جدا فالتنين عندهم ده والتنين مختلفين عكس الماتش اللي عادة كان ترى الحمد وكان الحمد فتح الاتنين قريبين من الشباب هم بعضين يعني مش بيكملوا بعض لا ده هم ممكن يبقوا نفس اللاعبين نفس اللاعب واحد لكن دولة مختلفين وعندهم قدرات بدنية عالية عندهم قدرات دفاعية عندهم يقدر يوصل لك للملعب الآخر شفنا انه طلع وعمل وقدر يسجل هدف رائع ولا أجمل وفيش أجمل من كده بتزديدها متقاطة تحسن كان عالي جدا حقيقة النهاردة ده اللي صنع الفرق مع قدر يوصل صلاح قدر يوصل شيف طبعا هو لولة انك عندك وسط كويس هيوصل لقافشة وقافشة هيوصل لصلاح او هيوصل لشريف من اللي كان هيوصل صحيح المستوى لتغييرات احنا عارفين ان في خط الدار كان فيه تغييرات ثلاث لعيبة عمر جابر مكان محمد هاني نتكلم على عالي جابر مكان حجازي نتكلم على عبدالله جمع مكان احمد اي منصور خط النصة زي ما انت بتقول الاتنين الارتكاز كان موجود عمر الصلية والنني والنني بدلة من حمد فتح وطريق حامد وحصل تغيير كمان تاني ان محمد شريف لعب انا عايز اجيلك لنقطة دا بالضبط يا محمد شريف طبعا من اللعبة المميزة جدا ولعبة يعني سهل جدا بيحط لك الهدف من اقصر الطرق لان زيك حتى لما جات للكورة اتصار فيها بشكل رائع مجرد مقافشة حطا هو يعني قافشة داله اللمسة اللمسة التانية جوها الشبكة وحطاها بشكل رائع ولما جن خلاص بقى ما قادرش عنده مقاومة وحطا هو هداف ومميز في الجدرية دي الحقيقة وده اللي يصنع الفرق يبقى انت دلوقتي قدرت تعرف مين اللي يقدر يصنع معاك الفرق يعني طبعا معاك كل التقدير لمصطفى محمد مهاجم مميز جدا وهو رائع حقيقة لكن طبعا ادن شريف النهاردة يثبت نفسه يقدم نفسه بصورة رائع على انه لعب يعني دولي مميز يقدر يصنع الفرق مع منطقة